باقي الملف المغربي الملف المغربي يعتبر أيضا من الملفات الشائكة وراه يجري في عملية طبخة حيث ستنطلق خلال الفطرة القادمة إرسال الدعوات وأعتقد أنه الآن يجري بحث كيف رح ترسل الدعوة وهناك من يدفع إلى أن يكون رمطال العمامرة هو الذي يزور المغرب ويسلم الدعوة وهناك تردد في هذه المسألة وهناك يجري الحديث على أن يكون وسيط ما أو أن يكون الأمين العام لجامعة الدول العربية في ظل هذه الظروف هو الذي ينقل الدعوة الآن ما زالت الأمور تطبخ في هذه المسألة ولكن أنا نقول لها لكم ما زال هذا الملف يشكل عقبة في طريق هذه القمة لأن القمة فشلت ونقول لها لكم عدم حضور المغرب في هذه القمة وعدم وصول القمة إلى مصالح ما بين الجزائر والمغرب هذا دليل قاطع أنها قمة شكلية يحضرها الناس يتغدوا ويجو يحتفلوا بأول نوفمبر أكثر مننا رح يجي فكر في احتفال بأول نوفمبر وتاريخ الثورة الجزائرية ليس إلا وأنا بصدد جمع معلومات على ما يطبخ في مسألة المغرب وإن شاء الله سأوافيكم بها في مداخلات أخرى عندما ننتهي من هذا الأمر إذن إخواني الكرام كما كشفت لكم هذا هو السيناريو الذي تم إعداد ما بين المخابرات الجزائرية والمخابرات السورية برعاية من المخابرات الروسية والاستخبارات التابعة للحرص الثوري فقط من أجل إنقاذ القمة من الانهيار والجزائر رهي بدات الآن في موسم التنازلات لأنه لم يبقى أمامها أي خيار سوى هذه التنازلات من أجل إنقاذ القمة فقط حتى تنعقد في الجزائر وستكون قمة أعتقد أنها شكلية واستعراضية ليس إلا لأنه لا توجد قمم نجحت وحققت أهدافها منذ نشأة جامعة الدول العربية التي ننتقدها كثيرا وفي كثير من الأزمات لم تكن في المستوى المطلوب هذه هي الحقيقة وهذه هي حقيقة ما جرى بين نظام القاتل بشار الأسد ونظام العسكر في الجزائر ومن يقول غير هذا فهو صدقوني مجرد مخادع يريد مخادعة الآخرين في ظل مرحلة تحتاج إلى الصدق والمصدقية تحتاج إلى الشفافية والوضوح وتحتاج إلى النوايا الصادقة أما دون ذلك فصدقوني أنها مجرد غمة غيرت الغيم إلى قاف ويراد منها لم شمل العرب المشتت بمساهمة جنرالات الجزائر موسيقى